أهلا وسهلا بكم جديد معي أنا سعيد سعدي في حلقة جديدة على قناة الحكمة العربية لا شك أن الأطماع التي تتربص بهذا البلد الآمن لا ينام لها جفن وإذا قهرت وتضعضعت في الماضي فإنها عازمة على العودة بشراسة وبقوة حتى تحقق مساعيها الدنيئة فمن أخطر وأشرص الحيل التي يتبنىها الأعداء والغرب بصفة خاصة وهي العمل على التفرقة فرق تسود العمل على التفرقة وتشبي المجتمعات حتى تكون هي الحكم وحتى تكون هي الصائق وهي القائد لكن فطنة والتعقل ينبهنا دائما على إعادة النظر في كل المسلمات التي تروج على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي والتي أصحابها لا يكلون ولا يملون في نفط صمومهم في هذا الوطن العزيز وهذا الوطن العزيز الذي هو كالجسد الواحد إذا مسته التفرقة ترديه على الفور عليلا وترديه رجلا مريدا قد يسوء حاله في يوم من الأيام حتى ترديه قتيلا فبدون شك أن المتابع للساحة التقافية والسياسية يرى بأن عملية التشضي هي قائمة على قدم وصاق وهي جارية منذ زمن ونحن نتابع ذلك ولنا رأي في الموضوع عازمون على البحث وعن تشريح هذه الأفكار بمباضع نقدية بمباضع تاريخية وبمباضع علمية عنوانها الأساسي ومنطلقها الأساسي هو الوثيقة وهو الشهادات شهادات عمالقة الفكر والتاريخ عمالقة من فهمه ومن غاصه في هذا البحر العميق هذا البحر العميق الذي بدون شك هو خطر على سباحين الهوات الذي قد يغرقهم لكن المهارة بدون شك سيوصلهم إلى بر الأمان هو البر الأمان الذي سنعمل عليه جميعا هنا سأتقدم بالشكر لبعض الأصدقاء وبعض المتابعين الذين لا طالما شجعوني ولا طالما جعلوا هذه القناة هي قناتهم وهو الأمر الذي ندفع به منذ زمن أشكركم وأشكر كل تقتكم وأدعوكم لمساهمة الواسعة بنشر هذه القناة وبالإعجاب وبالاشتراك إذن موضوعنا هو عبارة عن رد من يدعون هذه الصنعة التي أصبحت تشبه كثير من الشوائب هي التاريخ هنا أتحدث بالضبط عن من يسميه نفسه مؤرخ ولم نحقرأ له أي مقالة في مجلة محكمة في شاهد أو يساهم في الندوة في الصربون مثلا أو في أي جامعة التي هي جامعة تستند إلى العلم وليست إلى الدماغوجية وإلى الفقاعات اللفظية وإلى تحريك المشاعر وإلى النفخ في رماد الإثنيات التي عفى عنها التاريخ هنا سأتحدث بالضبط عن السيد عبد الخارق كلاب هو الذي لا يترك أي شريدة وواردة في الحديث عيدها ويربطها بالجين ويربطها بالعرق ويربطها بالنرجسية ويحاول فصل المغرب عن أمته عن وطنه الكبير الذي هو الوطن العربي والأمة الإسلامية يحاول بدون أن يحمر وجهه خجلا قافزا عن التاريخ وعن الوتائق لنا عدة أراء لكن قبل أن نسمعه ماذا يقول نحن الآن فاشتا نوضع أمام بعض الأمور المصيرية نجد وحدنا لوحدنا لا أحد يهتم بخضايانا لأن عبر التاريخ أسي أسامة كنا بوحدنا وكل العالم كله ضدنا نحن في مكان معزول على الفضاء التقافي وأننا جدنا منه غير المشاكين وأننا أمة لنا الاكتفاء بالتاريخ غير أن الواقع والتاريخ حتى القريب حتى لا أناقشه بالتاريخ الممتد طويل بعيد حتى القريب كان عمقنا استراتيجي هو المشرق العربي فمثلا الحركة الوطنية هل الحركة الوطنية كانت في جنوب إفريقيا أم كانت في نيجيريا؟ لم تكن كذلك الحركة الوطنية كانت في القاهرة هل الحركة الوطنية اتجهت إلى إسبانيا أو اتجهت إلى فرنسا؟ لم تكن كذلك فالمغريب مرتبط بالمشرق وماذا استفدنا من هذا الارتباط؟ قد يتساءل أحدهم من جملة ما استفدنا من المشرق هو أن استقلال المغرب استطاع المغرب أن يحقق ذاته في مواجهة الاستعمار حينما كان تل من الخوانة يترأسهم تهامي القلاوي ويقودهم وكانت فرنسا حينها تنفخ في السياسة البربرية الفرنسية فسلالة تهامي القلاوي وسلالة مدرس أزرو حينما كانوا يربطون أنفسهم بفرنسا فإن رجال المغرب الأحرار أبناء البلد البررة استطاعوا أن يحققوا ذاتهم أمام جبروت المستعمر بماذا؟ بارتباطهم بإخوانهم في المشرق وأذكركم فقط لعلت ذكرة تنفع المؤمنين وغير المؤمنين بأن أول سفينة للأسلحة سفينة أطوس جاءتنا من مصر مصر القاهرة التي كانت هي مركز وهي كانت مقر للوطنيين حتى أن الزعيم العظيم محمد بن عبد الكريم الخطابي ما زال إلى الآن قبره في مقبرة الشهداء بالقاهرة فهو فضل أن يبقى في القاهرة عن أي مكان آخر فنظام جمال عبد الناصر في مصر النظام العراقي سفينة شدينا مجموعة من الأسلحة مجموعة من الدعم جاءنا من المشريق جاءنا من أخواننا العرب من المشريق إذن هجي المزاهمة وسأعود مرة أخرى لعل الأمر يقلقك لكن يا سيد الفاضل فليتسع صدرك إلى ما سأقول حينما كانت سلالة تهمي القلاوي أنها تخدم الاستعمار فكان المغرب ونبغاء المغرب وعقالائه يتجهون إلى المشريق حتى يحققون هداتهم وفعلا تحقق ذلك تحقق بعودة السلطان المغربي المغفور لزعيم الأمة فقيد العروبة والإسلام كما كانت تسمي الصحفة أندات محمد الخامس عاد إلى المغرب مدفرا وذلك بسند من مصر القاهرة إداعة صوت العرب التي كانت تبوت من القاهرة واستطاع أن يدفر بعرشه مجددا بعد الاستقلال بطبيعة الحال كان للمغرب نصيب من البترول حتى أن حزب البعث العراقي رفع شعار بيترول العرب وحتى أن صدام حسين كان يدعم المغرب بالبترول أن السعودية تدعم المغرب بالبترول يعني أذكرك أن المغرب لم يسقط يوما ما في الأزمة البترولية لسبب واحد لأن أخوانه في المشرق كانوا يحققون له أمنه الطاقي بالهبات البترولية هي الأزمات التي للأسف الآن في حكومة هذا الذي أنا لا أفرق بين أبناء المغرب لكن هذا الذي تعتز به رئيس حكومتك الذي بطبيعة الحال ربما ابن دوارك وابن بلدتك هذا الذي يمتص عرقنا والذي أصبح مثل الحوت الكبير بتروة المغاربة من المحروقات لما نضرع لمجلس المنافسة هذا ابن البلد هذا مشي ابن الشرق السيد عز أخنوش ابن البلد والكلمة كمشي الشرق كمشي الشرق ينبطح وهذا اللي يتحدر على المغاربة المستلابين الذين ينبطحون أمام الشرق رغم أن هذا الأمر غير محقق تماما هذه فرية مما ترويج له أنت وأصحابك لكن سول سعز أخنوش مدير أمام شيطان صلاطي العرب الذي هو ابن سلمان دعني أقول لك أو أذكرك فقط بالإحصائيات ثم نستمر في النقاش قد ساعدت السعودية المغريب من سنة 1980 إلى 1985 زيادة على قروض تقارب قيمتها 700 مليون دولار وحوالي 85 طون من النفط الأمر الذي ساعد المغريب كثيرا في مواجهة مشاكل عز ميزانيته التجارية وحتى لما أعجبتك مثلا هذه الإحصائيات نرى مثلا خبير اقتصادي سيد نجيب أقصبي ماذا يقول عن قيمة المساعدة التي ترقاها المغريب من المشرق أنا فقط أذكر من يريد فصل المغريب على المشرق طبيعة الحال حينما يريد فصله على المشرق فهذا المغريب أو أي بلد الآن في العالم لا يمكن أن يكفي داتا وبيداتا فحنا نرتهون روسيا ولا الصين واختي الصين لا يمكن أن تكفي داتا في داتا ولا لوفيك المتحادي الأمريكية فبطبيعة الحال سوالنا سدخينها缺يدية وقع الاستراتيجي البعد ب habr chocolate الذي سنقطع أواصر مع المشرق فبطبيعة الحال سنصبح لقمة سائق والغرب وهذا الغرب يمت أن يكون على طبيعة الحال الند للند لتكون ثبعية وهذه الطلبة هي التي يقلبها على ذلك إذن فرية أخرى والتي هي فرية بطبيعة الحال يائسة يحاول أن يروجها هي قضية اللباس وهي قضية اللباس حينما ذكرها لا يدري أنه سقط في الفخ لقد سقط في الفخ هذا المؤرخ المزعوم والذي يطلق الكلام لأن اللباس يعكس لهوية طبع لباس مغربي ما كانش في جزيرة الحرارة أو في العراق المطبخ يعكس لهوية ما معنى هذا اللباس الخاص بنا مش اللباس اللي لابسوا السيد أحمد عاصي خاص بنا المغاربة ولا هذك أنترناصيون هك ولا هذك اللي لابسانتايا أو لك تقصد لي الباس القديم ديالناس ديالسوس مثلان شون كميز اللباس السوسي مثلان على اللباس اليمني شوفوا دبا مثلان شيدا بهذا اللباس ها هو هذا اللباس سوسي شوفوا فيه مثلان وهذا هذا اللباس لباس يمني شنو فرق بينتهم إذن ما كناش فرق بينتهم ما كناش فرق نهائيا بينتهم ونقول لكم أحد القادية هذه قد يتفاجأكم شيدا اللول اللي قلت عليه أنه سوسي فهو يمني وهذا اللي قلت عليه أنه يمني فهو سوسي إذا الأمر لا يتعلق بمسألة ديالتشابهة فقط باش نتبتوا أننا أمه را تطابق را هذا هو هذا فهمتوا شو بغيت نوصل لكم مسألة أخرى السيد لا يكل ولا يميل أن يطلق الألفاظ بدون معنى والألفاظ الفارغة الطبخ منها فاشتا تكرموا الكسكس لنا على مغربي أعطيني أنت شيء ذادي الآخر في الرواية المصدرية التي تتبتوا أنه جاء من مجال آخر أي ظاهرة من لي كالطول في واحد المجتمع معين كتأخذ الخصوصية دياله وهذا شيء عادي لأننا تحدثنا على الطبخ المغربي ولا تحدثنا على سلطة الأغذية الذي هو الكسكس الكسكس هو أكلوه الفناقيين والفناقيين دخلوا للمغرب 1200 سنة قبل الميلاد هذا اللي يجب دليها هذا الموري يا أولاد 1200 سنة قبل الميلاد في الكسكسو المغربي راح جاي من العاحد الفنيقي الجلابية المغربية بلدات كيلبسو المغاربة في العاحد الفترة الفنيقية وطبعية الحال جابوا تقافتهم وجابوا لغتهم وجابوا عاداتهم واللي بغي يسوول على الأطار دياله في المشريق راح ما زال إلى الآن الناس في فلسطين يأكلون الكسكس هذا الكسكس اللي كيسميه المفتول إذا نشوفوا في هذا الفيديو موسيقى 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 وش هو ولمشيو؟ منا فاشتان تكلموا للكسكسالينا عرام غريبي أعطيني أنت شيء ذلك للآخر في الرواية الانصدرية التي تثبت أنه جاء من مجال آخر نعم إنها المخدرات وبالتالي هذه المقارنات مهمة جدا رغم أنني لا أريد أن نغوص في هذه القضية الكسكسو والزليج لأن هذا حديث ذليجية حديث ذليجية كي يبغي أنه يبهن على الآصالة دياله ما يسمونه بالتمغرابيت شي تمغرابيت اللي كنفهمه إحنا تمغرابيت الآصالة تمغرابيت ديل الجابري وديل المختار السوسي وديل محمد بن العرب الكريم الخطابي وديل محمد الخاميس اللي تمغرابيت الحقيقية المكافحة المفكرة المبدعة تمغرابيت بنسبة لي كي يزليج يا كسكسو والطعجين والتكشيط ويا سبحان الله هالتمغرابيت ديلهم اللي خرجت عليها أنت ما بقيتش مغريبي والمراحة بأن هالتمغرابيت ما فيهاش الفوسفاتو ما فيهاش الصيد البحري ما فيهاش الدهاب لا لا تكشي ديل محمد زينيان ما أخلي عسا يفتنا هاداك الشي عطينا شي حاجة نتلعو بيه رماء أنني أقول بأنه مغريبي ولا مش مغريبي أن الأساس اللي يخصني طرح كسكسو واش أنني قادر نصلي واش خباركم أن الكسكس راولا أكلت الأغنياء ان يكون شي غلى ولكن هاتشي ديل الغلى ما كيدروهاش عليه ما كيدروهاش عليه لأنهم كيخافوا أنهم قرصوا صحيبهم أخنوش واش دينا احنا ما مهمتها مغرابيت دينا احنا أخصناها مع السهلة احنا نقيسه أخنوش اخليهو يجمع في التروة احنا نخلينا الزليج وخلينا القفطان على أين هذه كانت غير واحد البداية كأننا نسخنه باشي شوية دينا ندخله مزيان العمق احنا لطالما في هذه القناة قلنا بأن الهوية العربية لا تبني على أساس العرق الهوية العربية تجمعها وتكونها وتتأسس على أساس اللغة بما أن المغريبي كيفهم الجزائري والجزائري كيفهم التونسي والتونسي كيفهم القاطري والقاطري كيفهم السوداني فاحنا أمة واحدة نقطة رجع على السطر بدون عرقية بدون لون بدون إثنية بدون ذلك وما بغاوش يفهموا هذا الناس وما بغاوش أنهم يستسواوا هم في الأصل فهموا ولكن ما بغاوش يفهموا أننا أمة واحدة لأننا نتحدث بلغة واحدة أمة عربية الدين الرسمي هو الإسلام أتحدثت عن المستوى التقافي الإسلام ستكون ثقافة ليس غير دين ستكون هذا المسيحي هو مسلم ثقافيا ستكون هذا اليهودي المغربي ستكون مسلم ثقافيا مثل موسى بن ميمون موضوع الأطروحة ديالي الدكتورة هذه الفلاسفة اليهودي اللي كانوا في الأندلوس كانوا مسلمين ثقافيا لأن مطرقات ديالهم ينقش لك بنوا رجلوا بعلم الكلام ومعتزلة إذن نحن في واحد الإطار ثقافي اللي اسمي هو الأمة العربية هذي الأمة العربية كتتميز كتتميز بالتعدد التعدد العرقي والتعدد الإثني والتعدد الجغرافي وهذا اللي يعطيها قوة احنا المغاربة متعددين احنا العرب متعددين لأنه ما كنش أمة في العالم من فاتحات قد العرب العرب مثلا ترجمه اليوناني الاريستو اليوناني رغم أنه يختلف عنهم ثقافيا ودينيا ترجمه الفارسي رغم أنه كان بناتهم صراعات ترجمه الهندي الرياضيات ترجمه البيزانتي ترجمه الأوروب ترجمه الكل ما كنش نهائيا في التاريخ إذن ارجو احنا المغرب احنا المغرب اللي يزون فينا هو أيضا التعدد الريفي السوسي الشلحي الى آخره هالتعدد باش كيجمعوا كينا واحد لوحدة اللي هي اللغة العربية اللي كيتحدش بها سيد كلاب دب كلاب كده على الأمازيغية هو مش يفهم هاسو باش كيف يفهم كيف يفهم العربية إذن اللي حيرنا له العربية باش يذر والو هدا تشديوا هدا الخطر اللي اللي كنحضره من النوتيمة إذن دبا متلا هنسمعو الواحد الواحد مفكير كبير عالم انتربولوشي دبارة لي العلماء دب اسمعني هنهضرو دباب عبدالله حمودي هذا عبدالله حمودي لقين عليه عالم رخسنش فمي بالسمن والعسل نهضر عليه رخ يدرس برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية هدا عالم كبير شو مش نقول على اللغة العربية شو قال لي بأنه لغة قومية هي ذلك الوطن دينا الكبير اللغة العربية هي ذلك الوطن الكبير الذي يمكن يحتضن هذا العلم جديد علش كنقول اللغة العربية لأن هذا كيتفادى القوميات الشوفينية سيادة اللغة العربية بمفهوم كالتالي ما شي هو الهيمنة على اللغة الأخرى أو على الأمازيغية السيادة بأنها المسألة المفروغ منها هي لغة قومية إذن هذه هي العروبة هذه هي العروبة والذي هو دائما تقول بأن المغرب في عرق واحد فيما تحط له في شي ميكرو قدام فمو ما كناش العرب لا أريد إليك أسامة راه جميع المغاربة كلهم أمازيغ افسري لي يا للا مربط قد عرفوا ولو تتلقى المكون الجين العربي ما كنش في معظم الفحوص التي توصلت بها ما كنش المكون الجين العربي ما كناش لا وإحنا ما عندنا مشكلة أنهم ما يكونوش عرقيا ما عندنا مشكلة ولكن دائما نقول بأن هذه الأمة المغربية هي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي وأنها تتأطر تحت إطار العروبة والإسلام الإسلام كثقافة والعروبة كلغة فهذا الشيء الذي يزعجهم يقول لك ما كنش الجين وقع ما يكون رغم أن هذه فريا وقد نتعرض لها فيما بعد رغم أن هذه هي واحد الأطروحة وهي فاشية أولاً لأنك ماذا كنت تحدث لي على العرق وعلى عرق سلينا معه مع الحرب العالمية الثانية لأنها في مرحلة الحرب العالمية الثانية جاءتنا النازية هذه النازية التي تتأسس على العرق لكن النازية كنت من فهمها في وقتها عاليش مفهمة؟ لأن المجتمعات كانت باقية منغليقة ممكن أنك على العرق واحدة تأسس واحد الأمة والأحد القومية لكن دابرة من بعد كنا فورة في وسائل التواصل والاتيصال ممكن أنني الآن أنا كنت واصل مثلا مع سيدة أمريكية ومشي الطيارة بيني بين أمريكا شها 8-18 ساعة ولا غدلها هنا في أمريكا ونزوج من ذلك السيدة ونولده واحد أو طفلة لذلك الولدة لم نحسبوش على الجين المغربي ولا الجين الأمريكي يعني اختلطت الأعراق اختلطت الأعراق ولكن السيد دائما يؤكدها لدي رغم أنه يدور يدور وين فيما يقول في السابق ها المشكل يعني أنا أخصني واحد المنطيق أني بش ندوره ما هيك ويقول الكلام والنقي التير هو يتحدث ب هو يحرف النصوص يقول عكس ما تقول النصوص هو ذي اللي غادي نجيب ليه أنا جيب ليه النصوص ها هما يقول عكس ما تهليف إليه النصوص مثلا واحد الوتيقة يسير هو عكس توجه العام دي لذلك الوتيقة يعني بالتأويل وبالتصوير وبليعون ويقول النصوص إلى غير والكذوب والكذوب هادي عاوتيين هادي موهين ما غادي نوصلوليها المغرب ما فيش ما فيش العرق العربي نهائيا ما فيش العرق العربي سمعتوها وذا بس سمعوش ده بش نوتي يقول هذا هو المغربي لا يتحدد بعرق معين هذا هو هو مغربي لا يتحدد بعرق معين والله يلاثي تعود هذه عاودا 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 الاستر العربي العربي عاودا عاودا من ذلك ظلري هذا هو مغربي لا يتحدد بعرق معين هذا هو مغربي لا يتحدد بعرق معين فهمتم lui قولنا بأنه السيد راه ما مفهوم شلم عاداتوا يعني واحد النرشيسية اللي ركبه واحد رغبة في ابراز دات عبرها بناء واحد تمييز اللي وهو وهمي. بنين نجيبوا احنا التمييز انا نقول احنا ممكن نشبوش للمشريق. المشريق طبيعة الحال في حواج خايب. كما ان المغريب في حواج خايب. لكن ارتباط راه واضح يقول بان تقافة المغربية هي مشرقية قلبا وقلبا. هي المغريب مثلا نتافقوا معك نمشي معك حسبها درجك. بانه كان غازو الى اخرى. ولكن هاد الغازو راه كان احتبيل المغاربة. على شنو ديروا الموحيدين في المرابيطين. واش تقول لي يا الموحيدين الذين استقصلوا المرابيطين عن بكرة ابيهم. كانوا منطق انهم يتميزوا على المشريق. المرابيطين راه هم ابناء المغريب. واستقصلوهم. وجوهوهم. يعني بنادم باش فهموا انه احداث تاريخية كيلبسها واحد اللوبوس ايديولوجي. ما كينش تاريخ. راح ما كي اشتين مشي انا يعني في الطلقاننا مشي نتصننت الحلاقية في جامع الفنا. ولون تصننت له هاد المؤرخ. والله انا بكل صدق. والله ما كينش تاريخ نيائيا. كين كين تزوار. وكين تقويل. وكين نفخ في الجانب العرقي والايديولوجي. هاد اللي لا غادي سيدي كلش. اذا الموقف تاني اللي قاله سي كلاب. هو اللي داعي ما تنقف له. ان المغربي لا يتحدد بالعرق. ان العروبة لا تتحدد بالعرق. وبالتاني. شمونا هو العربي. العربي هو الناطق بالعربية. وانا لمشي ادرت الاتس دي اللا ديان دياني قدر نكون امازيقي. قدر نكون عربي. قدر نكون اوروبي. ونقدر نكون اين كان. انا ما كيهمنيش. ولكن اللي عندي وعي بها هي التقافة ديالي. هي المصالح الطبقية ديالي. الى اخيري. فالعربي ش كنا والعربي. العربي هو الناطق بالعربي. رغم ان هاد شي اللي كيقوله ماشي دقيق. رغم مثلا تقدر تدير الاتس دي اللا ديان. وانك تخرج ماشي امازيغي. وشوف مثلا واحد متعصب ديال الامازيغية هو الرطراصة. اه حسب الادان اي. 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 من جنوب العراق. اه هو القراصة من العراق. يا الله كينا قد نديرولها. وبالتالي هادك الزعم ديال. هادك العينة ديال. ديال الستة وثلاثين واحد. واستة وثلاثين واحد رايكونها في داركم بوحدة. عائلة ديال الاسرة ديالك ممكن تكون ستة وثلاثين. ورا المغرب رايس ستة وثلاثين مليون. عشان ستة وثلاثين مليون. يعني السيد يصر على واحد الناقاء عرقي. ويقول لك بان شب الجزيرة العربية. العرق دياله ماشي ناقي. رغم ان نقطة رجع السطر انا ضد القديد الاعراء. ما فيهاش. عرق ناقي. ولكن المغرب في عرق ناقي. مع العلم ان المغرب دازو منه الفرنسيين. دازو منه اسبان. البورتوغاليين. الرومانيين. دازو منه الفناقيين. مشكلة كيتنقد مع راسو بززاف. شب الجزيرة العربية عمرا ما تحتلات. عمرا ما تحتلات. المغرب دازو منه كامل هادو. وش ما خلاوش الاثر ديالهم. بينصير خلاو الاثر ديالهم. فينا هو. فضلا عن النتات المختبرات رامش بريئة. الاغلبية ديالهم وصير من طرف الصهيين. طيب ان هذه مسألة يجب انه نقرق الدهن فيها. هادا اذا سلمنا في اعلان بان هناك عرق مغربي ناقي. هادا اذا سلمنا. فحتى منطق الجينات. المغربي الجينات اللي كنا في المغرب. موجودة في المشريق. المجموعة الفردانية الاكثر انتشارا عند العرب هي جي وان على وجه التحديد. عند عرب الشرق الاوسط عموما ام عرب الجزيرة العربية تحديدا. عند العرب الذين يتكلمون العربية ويعيشون في تسعة عشرة دولة تنسبها الموسوعات الى العالم العربي. بدءا من المغرب العربي. ولكن هاد شي كامل تقول لك بان ثلتمية اهلتها فوقها تقول. شن هو الدليل بان هاد الانسان المغريبي ديال دابا هو امتداد. هادك ربما جماعات قليلة. جماعة قليلة. حنا ده بستة وثلاثين مليون مغربي. غير قبل الحماية المغاربة ما كانوش كامل عشرة المليون. غير قبل الحماية. لان ستة وثلاثين مليون مغربي او ربعين تقريبا بحالك. شن هو الدليل بان انا امتداد ديال هاداك العرق. اللي في اللول. زايد النه. المغريب كانت في حضارات قديمة جاءتنا من المشريق. اذا المغربي في كل الاعراق. السؤال الثالث هو واش كانش يستطيع العربي ما بين الانسان ديال 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 داك الوقت وما بين حنا مغاربة ديال دابا. هو العلاقة اللي يمكن تكون يانا هم موجودين في نفس الاماكن الجغرافي هي اداوي. ولكن في ما يخص هاد الحامد النووي ديالن. الحامد النووي القديم اللي لقينا ما تيشبهش وحد شكرا الكبير الحمد النووي الحالي لا في شمال إفراقيا ولا في غرب إفراقيا ولا في شرق لأن هذه المنطقة التي كانت نضروح لها الكبيرة لما بين المغرب حاليا غرب إفراقيا والشرق الأوسط وهو واحد فضأ كبير جدا عرف واحد المجموعة تحركات بشرية والتي بقى مستمر إلى الآن إذن يوقع واحد الاختلاط إلى آخر إذا لم يمكن أن تلقوا نفس الشيء مئة بل مئة نقلبنا على واحد الأصل هو الإنسان الزنجي هو أصل شمال إفراقيا لا العرب ولا الأمازيغ كل هم موفيدين على شمال إفراقيا هذا سنجيه كل هم موفيدين وبالتالي تقدر أن تكون متميز الأعراق كانت ثلاثة كانت العرق القوقازي اللي كانت تعمل له جماعة العرق والكوهينيين واليهود والأمازيغ وهذا وكانت العرق الزنجي اللي هو باين متميز وكانت العرق وكانت تقول هنود اللي لمشي هذا وخاكي شبه لي أراجعوا ما هو العربي العربي مثلا ناخده آراء المفكيرين كبار وكانت نضرع المفكيرين بالصح ناخد مثلا عبد الكبير الخاطيبي في كتاب المغرب العربي وقضايا الحدد قلوه عبد الكبير الخاطيبي عبد الكبير الخاطيبي عبد الكبير الخاطيبي رأى الترفر في لوران بارت وهاه لوران بارت كان ياخد بعض الآراء من عبد الكبير الخاطيبي وما شنوش يقول عن العربي ما هو الإنسان العربي؟ الإنسان العربي كما جاء في صفحة 150 أعني بالعربي من يقول عن نفسه أنه عربي؟ صافي صافي خليك أنت تقول عليه مشريقي أي يقول عليه مشريقي يوم من الأخر يوم من بعد الإنسان عنده إرادة بغي يكون مشريقي ولا مغريبي ولا جانبي وليم أنت مارك أجدارك أجدارك أنت إذا اللي كي العربي هو اللي يقول على العربي نقطع جعل السطر نمشي يوم مثلا عند مفكير آخر كبير يومار كين ألي لدي الكبار ناخده مثلا عبدالله العروي عفتي أستاذ عبدالله العروي حاجة كبيرة في هذا البلد عبدالله العروي اللي هو أب التاريخ في المغريب اللي هو شو نشي يقول عليه ماذا نعني بالعرب؟ حسن عبدالله العروي صفحات 68 نعني بالعرب المجموعة اللغوية أكثر مما نعنيه المجموعة الدينية في أننا نركز الكلام على تأثير الأيديولوجيا الدينية في أدها العرب صحيح بأن أغلب العرب هما مسلمين إلى آخره لكن العرب هما مجموعة لغوية نمشي يوم مرة أخرى عند محمد عبدالجابري اللي بالمناسبة هو أمازيخي نص القادية نص القادية اللي قاوا عند محمد عبدالجابري كتابه مسألة لهوية عربوا الإسلام والغرب نمشي عند الكبار نمشي من واحد القادية اللي هي أخطر من تأويل ولي عونق النصوص إلى مسألة أخطر من ذلك بكتير هي الكذوب هي ممكن تكر في واحد الوثيقة كون متأكد بأن 90% ذلك الكلام محراف غالط نسمعوه مثلا شو ما تقول على حسن الوزن والرجع الحسن الوزن يقول لك والتي مراكش الناس فيها تتكلموا بالأمازيغية والمناطق المحيطة بها بالأمازيغية علما أن مراكشة السيئوسامة كانت عاصمة المرابطين معنا أن المرابطين كانوا كلهم تتكلموا بالأمازيغية ويوسف بن وتيشفين ما كانش يعرف اللغة العربية كانت تكلم مع المعتمد من وعباد بالعربية وما فهموش وكانت فيها العاصمة الامبراطورية الموحدية وكانت تكلموا بالأمازيغية وكانت تتكلموا بالأمازيغية وإلى عهدين قريب من غرب كلهم كانت تتكلموا بالأمازيغية يقول لك حسن الوزن بأن حسن الوزن قال بالعلى المراكوشيين بأنهم يتحدثون الأمازيغية ولكن رأي ما كملت شيئا تقول لك حسن الوزن ما هي قيمة مراكوش ديك الساعة في إفريقيا اللي إفريقيا يقصد فيها المغرب أول كتاب وصف إفريقيا هذا كتاب مهم ما هو؟ يعني واحد الحيز اللي هو وقي باقي المغرب كله يتحدث بالعربية ولكن منطقة واحدة اللي قتتحدث بالأمازيغية هادي شدة إذا المناخ التقافي العالم رهما يزال الدبر البعض يتحدث بعض الجبال يتحدث بالسوسية كيف مشكلة؟ هنا كمان يتحدث ولكن المغربة الإعلام الرسمية مثلا كيف يتحدث؟ مالك محمد السادس من كي بغي يديروا حد الخيطاب كيف يتحدث؟ علما بأن الخيطاب السياسي هو دائما يكون براغماتي يكون عملي يعني يهدف إلى التواصل وبالتالي أنه وعارب أنه مش جمع المغربية يفهم العربية يدوي معها بالعربية الحسن تاني باش كنكيثر محمد الخاميس باش كنكيثر محمد الخاميس ما كان في خيطاب طانجة باش أداع بلغة العربية إذن هنا دالي لأننا كل شيء يتحدث بالعربية هذا ما يعنيش بأن هناك أقليات مناطق معينة كتتحدث غير العربية عادي جدا مثلا دبا مشينا الصين الصين في أكثر من ثلثميات إثنية ولكن هذا كنفع لها أن هناك أمة صينية ما كنفيش عليها فانفيش شيء إذن هنا يا رجعوا القولة اللي قالها على مراكوش نسمعهم زيان ليكستخي شونش يقول وفي جميع الموضونا الإفريقية الواقعة في شاطئ البحر المتوسط تقصد المودة الأفريقية هي المودة المغربية لأنه وصف أفريقية وصف المغرب في جميع المودة الأفريقية الواقعة في شاطئ البحر المتوسط إلى جبال الأطلس يتكلم الناس على العموم بلغة عربية فاصيحة والله إجتناعودها برب إجتناعودها في جميع المودة الأفريقية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط إلى جبال الأطلس يتكلم الناس على العموم بلغة عربية فاصيحة ما عدا في مملكة موراكوش وفي مدينة موراكوش نفسها مملكة موراكوش هنا واحد الإطار ضيق مقارنة تنبع مع جميع المدول الإفريقية الواقع على شاطئ البحر المتوسط إلى جبال أطلس إلى جبال أطلس يتحدثون بلغة عربية فاصحة ما عدا مملكة موراكوش في مدينة موراكوش نفسها فإن اللغة المستعملة هي البربارية وهذه اللغة المستعملة أيضا في بلاد نوميديا ما عدا موراكوش شي أخر كله عربي نجيس كده بعدين حشم شيء ولا ما حشمتيش وباقي نزيت نصدمك عرض نصدمك مش نتايا لأن هذا الرشينا مش الودني كنتايا ولكن هذيك المستلابين السيلة بالمعكوس هذيك النرجيسيين هذيك المتخنضيقين خحنا في بشي في زمن التخنضق ولكن عنده زيبا صدمة المليحة دماء نجيب الأصل ديالسكان جمال إفريقيا من بينهم المغرب لأن كتزعجك هذ القادية أنهم جاءوا من ميناء اليمن لكن حسن الوزان ليس تشتيبه نتايا نتايا بتعلى رسك النحل هذا اللي دويت عليه هو يقول نفس الشيء وغدا نهضرب النص ما قلت شواله سمعوني مزيان شنو قال حسن الوزان يزعم جغرافيون والمؤرخون أن إفريقيا في القادية كانت خالية من السكان بالستناء أرض سودان ومن المؤكد لديهم أن بلاد البربر ونوميديا لم تكن كل منها مسكونتين هذي اللي هذرت عليه في الأول قلت أن العدد ديال المغاربة ركن قليل يعني بالهاجرات ديال بانو هلال وبانو معقيل هي اللي عمرت المغرب المغرب ركن قليل لم يختلف لم يختلف مؤرخون كثيرا كثيرا في أصل الأفريقة الأفريقة يقصد سكان المغاربة فيرى البعض أنهم ينتمون إلى فلسطين واه دي خاطير بزد بس عرفوا الارتباط الوجداني ديال المغاربة في فلسطين ره مجيش من دابق رح قديم فيرى البعض أنهم ينتمون إلى فلسطين الذي الذي هاجروا قديما إلى إفريقيا حين طردهم الأشوريون فأقاموا بها لجودتها وخصبها ويزعم آخرون أن أصلهم راجع إلى السبائيين أي الحميريين يعني في اليمن الذين كانوا يعيشون في اليمن قبل أن يطردهم الأشوريون إلى إتيوبيا بينما يدعي الفريق الثالث أن الأفريق كانوا يسكنون بعض جهات آسيا نبسية يقول لك أن ساكينة البيت لا سواء عرب ولا سواء غير عرب هما جووا من الشرق فلسطين سباء وآسيا مهم جووا من الشرق كتستنج كتتذر بزا فعلى عبد الله العروي وكتقول نا العروي قائل ما قائل رغم أنك كتأول كلام العروي العروي خبارك العروي يرى مفكير قومي العروي مفكير قومي عربي نشدو مثلا كتاب للتاريخ المغرب عبد الله العروي صفحة 22 شنو يقول غير أن الأبحاث في لغة وتقافة قدامة البربر أخذ في ترجيح الكفة باتجاه المشريق الأرجح أن البربر هم أصلا مشريقي هذا عبد الله العروي هذا المؤرخ بالصحي نشدو مثلا محمد عبد الجبيري جموعة المواقف لكننا نشددنا هذا الموقف في الحدث 29 الحدث 29 شنو يقول تتطابق بين كثير من الكلمات والعبارات في اللغة الحميارية القديمة والتي دهل كثير من الأصدقاء الفيقيقين عندما سمعوا بعض اليمنين يتحدثون بها لقد حسبوا أن الذين يتحدثون إليهم هم من أصل أمازيغي ومما له دلالة في هذا الصدد أن الحروف التي وجدت في بعض المناطق والتي تسمى بيتفناغ إنما معناها الفينيقيات شاع عند القدمى وردته ابن خلدون هو أن سكر المغرب الأمازيغ أو جزء منهم على الأقل أصلهم من اليمن وحضر الموت بالطبع هما هو كي قصد 12 تاريخ خصو منطقه الخاص الحقيقة خصو منطقه الخاص قد تزعج وهذا عادي شنو نقول احنا أمة واحدة شنو نقولش أنا المصريق عنده فضل على المغرب ما كي شي واحد عنده فضل على شي واحد لكن اللي كان بغير نصله ليه هو أن أمة واحدة غد نختمها بواحد تصريح دي المؤرخ المغربي محمد زبرون شنو تقول فات الصادت ونتلقى في حلقة جديدة وتحياتي لكم عيش بزاف درش بزاف هذا غدير رتاح ونشرب واحد لقاء هو الحرابية تحياتي لكم شكرا على المتابعة كل روح أخوية أحيي لجميع الأصدقاء المغاربة والمشارقة نتلقى في حلقة للأسف الشديد البعض كيروج واحد الخطاب اللي هو يمكن نعتبره عنصري خطاب دي التفريقة خطاب دي التمزق أو خطاب تافه كي شو هالحقائق فهد وسائل دي التواصل الاجتماعي باعتباره المؤثرين أو بعض كي يعتبر نفسه تاوه مؤرخ لأسف شعوذة شي خطير أما رأس مالكو ولا هدرا هما في وسائل التواصل شي مع ولا في شي موقع ولا في شي كذا فهذا سمح لي هذا خطير هذا خطير وكيزيه في الوعي ولفهد المشعويدين للأسف الشديد اللي هما في الحقا كيشوه صورة المغرية والثقافة التاليخية دي المغاربة اللي كتقول الشعوذة والمشعويدين سمح لي المقاطعة سي جبرون مرحب شنو كتقصد بدل الأفكار مثلا هو الواحد دبا مثلا أنا نعطيك أمثلة بسيطة دبا الواحد من اللي بدي يتكلم على أن هاد البلد هادي أبنها غير واحد العنصر من العناصر وأن كل شي على الهاميش يعني هذا كلام ما عنده مستقيم من ناحية العلمية اللي قد تتعلم في الأنصر العربي مع العلم أن هذا الأمر هذا معمره كم في المغرب معمر المغاربة بكل يعني مكونات ومشي ما يكن عندهم مشكلة مع بعضهم كيترحوا هاد الناس باش كون سبع دوش عربي ولا أمازيغي قعم كانت هذا السؤال ما كاش كيتطرح مش من القبيلة ينسى الله يجعل بركة الله يخلق